في الحقيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأ في 2016 كان ليه دور كبير جدا في زيادة معدلات النمو في السنين اللي فاتت لكن الأهم أنه هو ساعد الاقتصاد المصري في الصمود أمام الأزمات العالمية اللي حصلت سواء كان بايروس كورونا أو تدعيات الأزمة الأوكرانية وما خلفتها من نقص في سلاسل الإمداد والتوريد بجانب هذا البرنامج كان فيه دور مهم جدا لصنضيق الاستثمار أيضا في دعم المبادرات التنموية والمبادرات الصحية صحيح يا أحمد تفاصيل كتير جدا وجوانب أكثر خلينا نتكلم عنها بالتفصيل مع ضفنا الدكتور ماجد عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم نورنا في السيديو سبع الخير صباح الخير على حضرتكم جميعا وأستاذ المشاهدين يعني أنا في البداية بفضل حياة دايما نحن لازم نرجع نفتكر المشهد قبل 2016 و2014 ولنرجع كمان ل2011 أصلا المشهد الاقتصادي في مصر كان شكله عامل إزاي دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم مسمحولي أبدأ فعلا من 2011 هلأ أن المشهد الاقتصادي والأمني كان في وضع سيء جدا بدون استقرار أمني ما فيش اقتصاد صحيح وبالتالي نقص ما الجبان بطبيعة الحال طبعا الأمن القومي والاقتصاد واجهها لعملة واحدة وبالتالي لو بصينا المشهد هنلاقي كان مشهد ضبابي في مشاكل كتيرة اقتصادية في مشاكل أمنية علشان الدولة المصرية تأخذ على اعتقا أنها تعمل عملية إصلاح اقتصادي شامل لازم الأول يتم القضاء على الإرهاب الحمد لله تم بالفعل بعد كده تم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي اللي هو بدأ تطبيقه في نوفمبر عام 2016 برنامج ده الهدف منه هو التنمية والنمو التنمية بمعنى وجود تنمية حقيقية شملة ومستدامة في الاقتصاد المصري بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة أيضا تحقيق مستوى معيشي للمواطن يليق بالمواطن المصري ده طبعا عملية مش سهلة جدا لأن في الحقيقة الأعباء كتيرة والمجالات والقطاعات اللي كانت محتاجة إصلاحات وإعادة هيكلة للاقتصاد كثيرة جدا لو بعد كده نظرنا ماذا حدث بعد 2016 من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي يعني هأشير لجملة تطرقت ليها في بداية حديثك ألا وهو أن كان بمثابة خطوات استباقية كانت بمثابة درع واقي من أثار سلبية أكثر كانت يمكن أن تعود على الاقتصاد المصري لأن العالم كله مر بأزمة سواء في كوفيد 19 أو جائحة كورونا ثم تلتها الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي تم وضع رؤية مصر 2030 لكي يكون هناك خطة مستقبلية شملة لتشمل كل قطاعات الاقتصاد المصري إصلاحات هيكلية كبيرة تمت أيضا برامج حماية تم إصدارها ومبادرات لدعم الطبقات محدودة الدخل أو الفقراء أيضا ما يسمى ببرامج حماية للصحة شفنا برامج مبادرات زي 100 مليون صحة وأيضا للقضاء على فيروس سي وشفنا لما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها حصل كوفيد 19 لو بصينا لتوفير المصل واللقاحات اللي حصل الحمد لله ما عنيناش من أزمة في مواجهة فيروس كورونا بالعكس يمكن في دول عانت من مشكلة توفر اللقاحات برامج أيضا حماية كثيرة لو تطرقنا إلى عنوين أو منشتات رئيسية هنلاقي أن نمر واحد مثلا البنية التحتية البنية التحتية بدون بنية تحتية لا توجد أي تنمية البنية التحتية الطرق والأنفاق والكباري تسمى شرايين التنمية فبدونها ما فيش أي تنمية فوجود هذه البنية التحتية القوية الآن اللي أشاد بيها العالم أجمع في فترة زمنية وجيزة ده مؤشر كويس دي قدوم ليس فقط الاستثمارات المحلية وتنشطها وإنما أيضا الاستثمارات العربية والأجنبية لأن أي استثمار يبحث عن مدى توفر البنية التحتية وشوفنا قد إيه تم إنشاء كميات كبيرة طولية من الطرق والأنفاق والكباري 17 ألف كيلو تحتية كمية كبيرة جدا شوفنا وإحنا بنلمسى وإحنا بنتحرك وأنا جاي لحضراتكم دلوقتي جينا في زمن قياسي قبل كده كممكن ناجي في ضعف الوقت اللي أنا جيت في دلوقتي دكتور مجد في الحقيقة حدثت عن محور في غاية من الأهمية وهو البنية التحتية ويمكن ده كان أول محور تطرق لي دولة رئيس الوزراء في العرض الافتتاح لمؤتمر حكاية وطن لما قال إن ست محاول رئيسية عملت عليها الدولة في استراتيجية 2030 لبناء الدولة مجددا وهو بنية تحتية قوية جاذبة للاستثمار نسبة المعمور في مصر كانت 7% النهاردة تحولت بالمدن الذكية الجديدة والمشروعات الأملاقة لقرابة 13% فبنتحدث تقريبا عن ضعف المساحة المعمورة التي كانت متواجدة مش هلقول من قبل 2014 ده التي ظلت يعني مئات وألاف السنوات كما هي لم تزيد رغم الزيادة السكانية شايف حضرتك إزاي النسبة هذه المرتفعة 13% من إجبال المعمور في الأراضي المصرية إنعكاسه على الاقتصاد وجاذب على الاستثمارات التنمية العمرانية بمفهومها الشامل بتهدف إلى تحقيق مستوى أفضل للمعيشي للمواطن لو نظرنا قبل ذلك لو وجدنا أن كانت بتنتشر ظاهرة العشوائيات صحيح وبالتالي التوسع الأفقي في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وزي ما حكت فضلت وقلت المدن الذكية ده بيخلي فيه مش بس زيادة فيه مساحة الرقعة المستغلة من الدولة ولكن أيضا بيؤدي إلى تحسين جودة السكن بيؤدي إلى وجود مجتمعات سكنية تليق بالمواطن المصري وشفنا ظاهرة القضاء على العشوائيات وشفنا الدئي كان فيه مناطق عشوائية غير أمنة بيسكنها مواطنين مصريين الدولة تبنت على عاتقها أنها تحول هذه المناطق العشوائية إلى مناطق رقية تليق بمستوى معيشي جيد للمواطن المصري دي نقطة النقطة التانية أن الاثنين مرتبطين ببعض حضرتك لو لو وجود هذه البنية التحتية لما كان هناك توسع أفقي ليه؟ لأن التوسع الأفق بيتطلب طرق وكباري وأنفق وأيضا مرافق مياه، كهرباء، صرف صحي، غاز توصل إلى هذه المناطق عشان يكون فيها حياة طب بيتطلب إيه تاني؟ بيتطلب وجود خدمات يعني مدارس، مستشفيات، مركز صحية، جمعات وإلى آخره وبالتالي المستوى الخاص بالسكن اللي بيليق بالمواطن المصري كان بيتطلب الخروج من العنق الضيق لوسط القاهرة وزحام المدينة بالإضافة إلى أن التكدس ده كان بيلقي بعبء كبير على المرافق كنا بنلاقي فيه مشاكل في الصرف الصحي، فيه مشاكل في المياه، بطيطة وما إلى ذلك بالإضافة أيضا نقطة مهمة جدا أن هذا التوسع الأفقي بيؤدي إلى خلق حياة خلق حياة ليست معيشة فقط وإنما استثمارات يتعمل فيها مناطق صناعية زي ما احنا شايفيه وسمي ما شئت من مدن في جمهورية مصر العربية وضع بجانبها الجديدة المينيا الجديدة، أسوان الجديدة، أسيوت الجديدة، حلوان الجديدة المنصورة الجديدة المنصورة الجديدة، ضمياط الجديدة وبالتالي كل هذه المدن الجديدة والتوسع الأفقي والخروج من التكدس والتوسع الرأسي، ده بيخلي يبقى فيه استثمارات أكتر يبقى فيه خلق ليه وظائف وبالتالي علاج جزء من مشكلة البطالة ما هو لما يتعمل مصانع في المدن الجديدة دي ومناطق صناعية وشركات وإلى آخره، هيخلق فرص عمل للشباب والقاطنين في هذه المدن بالإضافة أيضا أن كان زمان فيه مشكلة جيجرة جدا ألا وهي النزوح من الريف إلى المدينة النهاردة لا، كان فيه مناطق مهمشة قبل كده ما كانش بتحظى بأي عناية أو اهتمام شوفنا سيادة الرئيس كان قريب في بني سويف وشوفنا قد إيه المشروعات القومية العملاقة لتعامل التناك ده بيخلق حياة وبيخلق فرص عمل وبيخفف الضغط على المدينة من خلال الهجرة من الريف إلى الحضر صبحت هجرة عكسية طبعا لأننا لو لقيت في بلدي اللي فيها أهلي وأسريتي وناسي لقيت في وظيفة أكيد هفضل أننا في المدينة اللي فيها أهلي وأقاربي وبالتالي خلق هذه الفرص الكبيرة من الوظائف وأيضا الحياة الكريمة اللي بتليق بيه المواطن المصري ده كان أحد أهداف الخطة أو رؤية مصر 2030 وأيضا برنامج الإصلاح الاقتصادي وبالتالي وضعت الدولة خطة شملة شملة بتغطي كل القطاعات يعني لو تحدثنا على سبيل المثال الحصر عن قطاع مثلا زي قطاع الطاقة قطاع الطاقة بالقطاعات الهامة جدا وكان قبل كده عندنا عجز في الكهرباء بقى عندنا فائد بنصدر كهرباء وبالتالي إنشاء مجمع زي بنبام مثلا اللي هو بالطاقة الشمسية التحول أيضا إلى الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة بمعنى غير ملوثة للصحة وغير ملوثة للبيئة إنتاج الكهرباء من خلال إما طاقة الرياح وعندنا في مزارع رياح كبيرة جدا تم إنشاءها يمكن نشوف بعضها وإحنا راحين على طريق العين السخنة أيضا مناطق أخرى كثيرة لأن مصر غنيها بمواردها الطبيعية من ضمنها الرياح الرياح دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى إحنا ممكن نستفيد منها وبالتالي تم الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية من خلال إنتاج الطاقة من الرياح أيضا الطاقة الشمسية في دول بتفتقد إلى الشمس بيوجد سياح عندنا يبقوا محرومين شمس في الشتاء نبقى إحنا بردانين جدا وهم لابسين نص كوم هبة من الله عز وجل تم استغلالها بشكل كبير جدا بحيث ينتج منها الكهرباء بالإضافة أيضا إلى ما يسمى الطاقة النظيفة أو الاقتصاد الأخضر عشان كده أنا لابس أخضر لأن هذه الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر مش بس بيضمن مستوى حياة كريمة أو حياة تليق بالمواطن المصري لا ده بيضمن أيضا مستوى صحي لأن برضو أحد أولويات الدولة هي صحة المواطن لأن صحة المواطن تعتبر القوى البشرية هي الداعم والأساس لتقدم أي دولة وبالتالي شفنا في مجال الصحة لو تطرقنا للصحة هي منظومة متكاملة مبادرة عديدة الحياة فيه زي ما حدثت تحدثت فيه إنجاز فيه مختلف القطاعات لكلها مرتبطة بكل تأكيد لكن بما نتكلم من يعني رؤية اقتصادية بحتة أريد أن أعرف من حضرتك لأنه حيمكن مؤخرا بقينا بنشوف على حتى مواقع التواصل الاجتماعي بقينا بنشوف بعض المزايدات فيه البعض اللي بيدلي بقراء بالمناسبة فيه بعضها بناء وفيه البعض بيبقى فيه مزايدات وفيه يعني تحليل وتحليلات غريبة جدا بسر أريد أن أعرف من رؤية حضرتك الاقتصادية الأكاديمية البحتة إيه هي عوامل جذب الاستثبار في أي دولة وإيه هي العوامل اللي بمتلكها مصر أعتقد يعني حضرتك صحح لي طبعا حضرتك أدرا أعتقد مصر لديها العديد من الموارد في مختلف القطاعات يعني في بعض الدول عندها موارد في حتة معينة نقطة معينة لكن مصر أعتقد عندها موارد مختلفة طبعا فعلا مصر غنية بمواردها ليس فقط الطبيعية والطبيعية دي أيضا تشمل الموقع ولكن أيضا غنية بمواردها البشرية البشر هم وقود المجتمع أو العنصر الأساسي في تقدم الأمام وبالتالي لو جينا بصينا قلت إجابة على سؤال حضرتك ما هي العوامل اللي يجادب للاستثمار في مصر ليه الناس تيجي تستثمر في مصر واحد توافر الأمن والأمان والنظر حولنا ونرى بعض الدول العربية الشقيقة إزاي الوضع يبقى عنصر الأمن والأمان هو أساس لأي تنمية بدونه ما فيش لا استثمارات ولا تنمية واحد اتنين توافر البنية التحتية زي ما قلنا الأساسية اللي بتخلي يبقى فيه فرص كثيرة للاستثمارات نمرة ثلاثة تنوع وتعدد مجالات الاستثمار استثمار صناعي استثمار زراعي استثمار خدمي استثمارات عديدة جدا ويبقى فيه دلوقتي بوابة إلكترونية موقع بيوضح لي المستثمارين سواء المحليين أو غير المحليين الفرص الاستثمارية بقوله أنا عندي فرصة في القطاع ده عندنا كمان فيه نقطة مهمة جدا أن كل مدينة وكل محافظة في مصر ليها ميزة نسبية يعني لو تحدثنا عن الأثاث كلنا هيخطر في دهننا محافظة دميات محدش هيقوله غير دميات وبالتالي وكذلك الغزل والنسيج المحلة وسمي ما شئتي هتلاقي كل مدينة وكل محافظة لها ميزة نسبية إما في توافر مواد خام معينة أو توافر عمالة فنية مهرة مدربة في قطاعات معينة وبالتالي ده بيخلي للمستثمه هناك فرص متعددة ومتنوعة طيب فيه إيه تاني عملية الدولة اللي جاد بالاستثمارات مش بس البنية تحتها في الطرق الكباري الموانئ لأن عنصر النقل تكلفة النقل بيمثل عنصر هام في تكلفة المنتج النهائي وعشان برضو يبقى عندي ميزة للمنتج المصري أعوزيني نعرف أهمية الموانئ في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر وسائل الانتقال زي ما قلنا هي شرايين التنمية والاستثمار وبالتالي الموانئ هامة جدا في هذا الصدد بمعنى كان فيه موانئ قديمة تم تجديدها كان فيه موانئ مغلقة تم إعادة فتحها وتجديدها وتطويرها كان فيه موانئ مش موجودة في مناطق معينة تم إنشاءها وبالتالي هذه المجموعة من الموانئ الجديدة والمجددة مهمة جدا للتنمية زي ما قلنا الاستثمار دايما بيشوف فرص المستثمر يعني بيشوف فرص الاستثمار في كل دول العالم يعني مصر وغير مصر وبالتالي بيبحث عن اين مزايا النسبية اللي تخليه يستثمر في مصر وإحنا شايفين عشان بس قبل ما أكمل في الموانئ شايفين قدوم شركات عربية وأجنبية باستثمارات ضخمة إلى مصر لو لم تكن البيئة جاذبة للاستثمار لما أتت هذه الاستثمارات بل ولما ضلت الاستثمارات المحلية موجودة تخرج ليه بقى؟ لأن دايما رأس المال بيدور على العائد المعدل عائد على الاستثمار وبيدور برضو على الأمان ولذلك صدرت حزمة من القوانين والتشريعات الهامة جدا لجذب الاستثمار ولتسهيل إجراءات الاستثمار ولتحفيز المستثمرين زي ما شفنا مثلا القانون اللي صدر مؤخرا بخصوص الإعفاءات الضريبية في مدن جديدة من خمس إلى عشر سنوات على صناعات معينة أنا كدولة بوجه الاقتصاد والصناعة إلى المجالات اللي أنا شايف أن أنا عندي فيها إما فرصة للإحلال محل الواردات إن أنا استغني عن منتج أنا استوردته وبالتالي أوفر في فاتورة إيه الاستيراد فأوفرت العملة الأجنبية اللي بدفعها وإما سياسة تشجيع الصدرات أبدأ أنافس بالمنتج المصري بتاعي ده في أسواق عالمية وبالتالي أحصل على العملة الأجنبية الموانئ الموانئ مهمة جدا مش بس في الاستثمار مهمة أيضا في تكاليف النقل وأيضا تصدير هذه المنتجات لأن تكلفة النقل البحري أقل بكثير من الجوي أو البري والبري خاصة أنه ما بين قرارات بيبقى فيه مشكلة فيه وبالتالي الحرص من الدولة المصرية على تجديد هذه الموانئ وليس فقط الموانئ ولكن أيضا المطارات شفنا مطارات جديدة تم إنشاءها شفنا كمان مش بس الهدف منها تشجيع الاستثمارات ولكن أيضا تشجيع السياحة السياحة بتشوف برضو حضرتك أنت كمصر لديك من الآثار الكثير والكثير ولديك من الجو اللي بيبقى جاذب لي السياح اللي يأتوا إلى مصر زي ما قلنا فيه دول بتفتقد الشمس طيب يبقى إحنا عندنا المقاومات دلوقتي بتبقى جاذبة لي الاستثمارات جاذبة للسياحة طيب بجانب توفر طبعا الأمن والأمان لأنه قلنا الأمن والأمان ده هو لا خلال فعلي هو الأساس طيب عودة ليه الموانئ الموانئ اللي تم إنشاءها دي حضرتك على أن عندنا فيه نيزة في مصر أنه عندنا بحر أبيض وعندنا بحر أحمر وبالتالي عندنا موانئ على الجهتين من ناحية البحر الأبيض والبحر الأحمر مش بس كده كمان عندنا مصايف على الجهتين لو قلنا بقى السياحة لأن البحر الأحمر سياحة جاذبة لي السياحة الأجنبية أكتر البحر الأبيض جاذبة ليه السياحة المصرية والعربية أكتر اسكندرية والسحل الشمالي والنحية الثانية بقى الجونة ومرس عالم والغرداء وما إلى ذلك طيب في نقطة مهمة جدا في محاور التنمية أو ما يسمى بيه التنمية الشملة اللي بتشمل كل القطاعات والمستدامة يعني إيه المستدامة المستدامة يعني بتضمن حق الأجيال الحالية مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال المستقبلية القادمة عشان ما بقاش بس بعمل الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية بهملها وبالتالي التنمية الشملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو شفنا مؤشرات كتير تم الإعلان عنها من جهات محايدة كانت بتقول أن مصر حققت فعلا طفرة في فترة زمنية وجيزة لأن تسع أو عشر سنين في عمر الدول دي فترة وجيزة لا شيء طبعا وبالتالي هذه الإنجازات الكمال لله وحده سبحانه وتعالى خلينا نكون متفقين ده يعني بمعنى أنه ممكن قد يرى البعض أنه فيه جوانب مش أخفقت فيها الدولة لا هي الفكرة أنها اختلاف للرؤى والأراء وأيضا المشاكل العالمية اللي أحاطت بالاقتصاد العالمي مصر جزء من العالم بمعنى أنه ما يحدث في الشرق يؤثر في الغرب إحنا ملنا ومال روسيا وأوكرانيا لا ملنا ومالين كمان ليه لأنه اللي بيحصل أنه فيه ارتفاع فيه أسعار الطاقة ارتفاع فيه أسعار الغداء عالميا وشفنا بكررها دايما شفنا دول متقدمة واقتصاداتها أقوى مننا بكتير بتعاني من مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة والغداء خاصة دول بتعتمد على التدفئة في الأجواء اللي هي الجليد والأجواء الصعبة بتاعتهم وبالتالي لما نجي نبص للإنجازات لازم نبص بحيادية شديدة يعني إيه يعني برضو ناخد في الاعتبار إن فيه مؤثرات أو عوامل زي ما بيقولوا قهرية قوة خارجة عن الإرادة الفورس مجار بمعنى إن أنا مش قادر إن أنا أأثر عليها لأنها بتأثر مش عليها بس على العالم كله مش قادر حتى أتحكم فيها يعني حتى إن كان كورونا أو حتى زي ما حدرت تحدثت عن الأزمة الروسية الأوكرانية بالعكس يمكن إحنا في وقت الكورونا قدرنا إن إحنا نحقق نمو فده كان على عكس اللي كان متوقع كان بالنسبة متوقع على مصر سيناريوهات كارثية في هذا التوقيت بالعكس مصر قدرت تقلب الموازين في هذا الملف تحديدا وفي هذا التوقيت تحديدا وقدرنا إن إحنا نساعد دول أخرى أكبر الدول اللي كنا متوقعين إن إحنا نشوف إنها بتتعامل مع هذا الملف أو هذا الموقف بقى قدرة رهيبة شفنا إن مصر كانت بتساعدها شفنا النظام صحي فيها بالعكس يعني بينهار والعكس في مصر الحمد لله قدرنا نتعامل مع هذا الموقف أيضا حتى الأزمة الروسية الأوكرانية بنتعامل مع هذا الموقف يعني أفضل مما كان متوقع حتى لمصر وفجائنا العالم كله الحقيقية يا دكتور أنا بشكر حضرتك جزيل شكر دكتور ماجد عبدالعظيم رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة ولولون نورتنا في استوديو سبارك شكرا جزيل اتشرفت بجودي مع حضرتك